ونصنع رجعنا في فيديو جديد من آخر أخبار دي الفريق الرجاء العالمي ونبدأ الأخبار دينا بأول حاجة بالمركاتو دي الفريق في الانتقالات الشتوية ولحسب آخر أخبار تيقولك بالإدارة دي الفريق الرجاء العالمي في الانتقالات الشتوية غاديكونوا مركزين باش يجيبوا جوج دي اللاعبين للفريق ولحسب آخر أخبار تيقولك بالجوج اللاعبين غاديكونوا تيلعبوا في المركز دي الرأس حربة وزيد عاوتي لحسب الإدارة دي الفريق الرجاء العالمي يقولك بلين الفريق حياه في مفاوضات مع واحد اللاعب الافريقي واحتل دابل ادارة دي الفريق مازام بوشي فصحوه لشكون هو دلعب ويكا على الاغلب تيقولك بلين اللاعب ده غادي ينتقل الفريق في انتقالات اشتوية وزيد عطي اللاعب تاني اللي غادي يجيبوه كاراس حربا حالك على الاغلب غادي يكون لاعب في البطولة الوطنية يعني لحسب الادارة دي الفريق الراجل العالمي بدل انتقالات اشتوية سيجيبوا جوج دي اللاعبين يتلبوا كاراس حربا اللاعب الاول 100% سيكون اجنبي وافريقي واللاعب التاني سيكون 100% في البطولة الوطنية واتشي راجع طلب دي المدرب دي الفريق لوزن باور لان كما كان عرفو كلمين حيال الفريق تيفتقد واحد اللاعب يتلب كاراس حربا والإدارة دي الفريق الرجال العالمي ابتداء ما تشار هذا بدو تقلبه لوحد اللاعب لمناسب الفريق نبشو دابا الخبر الموالي والمتعلق محمود بن حليب كما كان عرفو مشاكل لكين حاليا بالإدارة دي الفريق الرجال العالمي ومحمود بن حليب رابا بقى احتل دابا ما تحلتش نهائيا ولحسب آخر أخبار تقولك باللي محمود بن حليب حاليا دهال إدارة دي الفريق الرجال العالمي لجنة دي النزاعات بالجمع الملكية كرة القدام ولحسب آخر أخبار تقولك باللي محمود بن حليب تيطالب الفريق بوحد المبلغ اللي كبير وهاتش يعوتني اللي غاد يخلي الإدارة دي الفريق عاتين فهد الأزمة اللي مالية اللي جديدة وهاتش اللي ما غادش يبغيه الجمهور دي الفريق الرجال العالمي لأنه كما قلتكم باللي الفريق راه مقبلة للانتقالات الشتوية وفي حالة زيادة النزاعات بين اللاعبين دي الفريق والمطالبة بالمستحقات المالية دي لهم فيمكن الجامعة الملكية الكرة القدم تمنع الفريق من الانتقالات الشتوية وهاتش اللي ما بغيش الجمهور الرجال يفضل في هذه خصوص الفريق حاليا راه مطالب باش يجيب واحد اللاعب لتلعب كاراس حربة وهذا القرار اللي دارو محمود بالحالي باش يدعي الإدارة دي الفريق الرجال العالمي واحد القرار اللي ما كانش متوقع نهائيا من الإدارة دي الفريق واكي على أي لحظة بآخر الأخبار دي لعبادة ما عندوش واحد المستحقات مالية لكتيرة على الشيك نشوف باللي إذا طالب بالمستحقات دي لهم ما غدهش يؤثر على الفريق بزاف نبشي دابة الخبر الموالي واللي متعلق برئيس دي النادي اللي هو محمد بضريقة اليوم رسمي محمد بضريقة دهلك واحد الاجتماع اللي جد مهم على المنخرطين دي النادي وأبرز النقاط الإيجابية اللي جمع بيناتهم في هذا الاجتماع هذا أول حاجة اللي مهمة بزاف اللي هي التقليص دي العدد دي العقد بالنسبة دي اللاعبين ويتقلصوا من 81 عقد ل53 عقد وشي غادي خلي الفريق ما تيخسرش بزاف دي الفلوس على العقد دي اللاعبين وهدي بالنسبة لي واحد نقطة لإيجابية بزاف ثاني حاجة اللي مهمة بزاف اللي يرفع المنع عن التعاقدات بالنسبة للفريق وهذا المنع غادي تحيد بطريقة واحدة هو الإدارة دي الفريق تدفع مليار وربعمائة مليون سنتيم الجامع اللاعبين اللي باقين تتسالوا الفريق حاليا وهذا الاجتماع هذا قرار باللي الإدارة دي الفريق حاصة تدفع على الفلوس هدو كاملين باش الفريق ما يبقاش يعيش هدل الأزمة المالية الخانقة أما آخر حاجة اللي مهمة بزاف والذي هي تقليص الأجور بالنسبة للعبين دي الفريق وهذا الأجور دي اللاعبين هتمن قسم 58 مليون لـ 45 مليون وهذي بحدثها عاوة 21 نقطة اللي إيجابية بزاف نبشي ده بالآخر خبره اللي امتعلق بالنجم السابق دي الفريق الرجال العالمي اللي هو سوفيا الرحيمي سوفيا الرحيمي في آخر مباراة دي له كونتر فريق الناصر الإماراتي قدم واحد المستوى اللي ممتاز وكان هو صاحب الأسس دي الهدف التاني لسجله فريق العين الإماراتي وزيد عطيه فضل مباراة دي سوفيا الرحيمي كان هو النجم دي المقابلة وزيد عطيه كتر من تشير بح رجل المقابلة المرة السابعة للتوالي واجتي بيلك بلاد اللاعب هدف هدف الموسم هدف تيطبع لوحد الموسم للستنائي وان شاء الله نشوف هدف اللاعب هدف قريبا في المنتخب المغربي المهمة تشيلي كي من ناحية آخر الأخبار دي الفريق الرجال العالمي ويلا عطيه كان معكم حافظ وطه الله